برج الحمل لا تعطي شخصا أكثر من حجمه فيتمرد ولا أقل فيرحل شو هي أهمت وأعادت الفلك لموليد الحمل بشهر أيار مي مايو؟ يا عزيزي هالشهر رح تتحلى بحيوية فائقة ولح تكون قادر أنك تقتحم كل الساحات وتقرب وجهات النظر وربما بتكون ديناميكيتك مش مألوفة لأفلاك بتوهبك هيدا الشعور حتى تقوم بإنجازات ضخمة جدا وتتقرب من بعض طموحاتك وربما كمان لازم تكون عم تتجنب مع هالديناميكية المواجهات العنيفة يلي يمكن تتطرق لها تحدث تغييرات مهمة وجينة بها الشهر كوكب مارس ببرجك بيلتقي بمركور بالنص الأول يعني من 1 إلى 15 من هالشهر وبيستقر عندك لـ 31 حتى تكون الفترة الأولى من الشهر هي الأكتر صخبا وأكتر أهمية وملئة وعارمة بالمبادرات والإيجابيات واللقاءات والإنجازات يمكن يزودك الفلك كمان عن طريق الصدفة بمعرفة جديدة أو بتتدرب على بعض التقنيات الحديثة الكواكب بتصير بشكل مستقيم هالشي بشير لتطور سريع بيحصل بحياتك الشخصية كمال مهنية بتتحسن الصحة والعافية وبتشعر أنك قادر على إتمام أعمال كل الفريق بمفردك فبتطل على ازدهار كبير وصخب وعلى بعض الإيجابيات بحياتك بتسكنك قوة قوية جدا بتتحدى مع كل الصعوبات وبتدفعك للتحرر من كل الضغوطات أما الحدث الأبرز هالشهر فهو انتقال كوكب الحظ جوبيتر إلى برج الجوزاء يعني موقع مناسب جدا لقلك وهالشي بتاريخ 26 بيشكل طالع جيد جدا بحياتك مع بلوتون يلي موجود بالدلو كمان يعني برج صديق آخر ما يعني أنه تأثيرات الفلك بتكون مذهلة بها الشهر بتحقق أمنيات قديمة بيطرق شي بيسهل قدمك الطريق وبيفسح المجال لفوز كبير بتحرزه بمجال غالي على قلبك يعني بنا نقول أنه لحينتهي التوجس لحينتهي الخوف من بعض الأخصام فبتفرض رأيك على المحيط وبتنسجم مع تسارع وطيرة الحركة يلي فيها مفاجآت طبعا الوضع كمان يمكن يصير حفيزة بعض الأفريقاء في حسد لما الإنسان ينجح بتشوف أنه في حاسدين حوله بتروح بتوقعاتك المالية بعيدا بتصطدم كمان ببعض الأشخاص بسبب نظرتك إلى بعض الأمور أو إلى تطورها لكن بيداهمك كمان واجب في بعض الأحيان بيجعلك تخفف النمط ولو أنك بتترك بهالشهر بصمتك الواضحة على الأحداث هيدا على الصعيد المهنة شو بتقول الأفلاك على الصعيد العاطفة فبي فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر